الذين ماتوا والذين عذبوا أنا أنزلت القبر عدداً كبيراً من هؤلاء الشباب عندما قتلوا وكان أهليهم يتصلون بي ويطلبون مني التدخل حتى يتمكنوا من دفن أبنائهم وكانوا يشترطون أن أكون حاضراً معهم أول واحد أنزلته القبر هو شقيق كاتبي في مكتبي عبد الرؤوف العريبي كان أستاذ عربية هذا أخذ وظنب على رأسه ومات أشعر والده الساعة الثانية ليلاً بأنه يجب أن يحضر غداً ليحضر دفن ابنه ويجب أن يحضر وحده ففزع الرجل وأعلمني فقتلوا يا عم خميس اشترط عليهم أن أكون أنا معك وبقية أفراد الأسرة وقل لا أقبل خلاف ذلك أصر عليهم قالوا طيب جيب فلان حتى ينزله أنا نزلت القبر وتسلمت الجثة وكانت ملفوفة في رداء صوفي عادتنا أن نفك الرداء الصوفي لنأخذ الجثة مكفنة لما فككت الرداء الصوفي وجدت الرجل عرياناً حتى الكفن لم يكفنوه فقلت أنا بالقبر قتليش حتى الكفن لا أنا يحق لهذا الرجل أن يلقى ربه بالطريقة التي يعتقدها أنا لا أتحدث عن حق حي أتحدث عن حق ميت قالوا أتحدث عن حق ميت